السلام عليكم اشتركوا في القناة وصفة جديدة وصفتنا اليوم تكون حاجة جميلة كما ترى الكيكة التي نحضرها مبعضنا حاجة سيلة نجمو انتم تشاهدون في الفيديو تحضرها معي بقدرة بيجيكم حاجة بدينا على الاخر بالنسبة للكيكة هذه المكونات متاحة اقتصادية كما ترى لا نسحقها لزبدة لا يغارة معناها حاجات تبسيتة موجودة في كل دار او الحاجة عملتها اخذت البولمتاي حتيت فيها 3 عظمات حتيت عليها مقرسة ملح وحتيت نركض بالباهي وبالنسبة للكيكة هذه كما ترى فوية الكتريكة لحتيت شيء معناه فوية عادية وحتيت تركض بفورشيتة حتيت تزايد معهم واحدة سكر فاني حتيت نضيف كمية السكر بالنسبة للسكر استعملت كاس الذي نكيل به المكونات الكل بالنسبة للسكر استعملت كاس كامل سكر حتيت نضيف زايدة زايدة كاملة سيتران وبالنسبة للزيت حاله ما تنحيه شكل لبيض وحتيت خفيف وبنين كما ترى كما ترى زايدة كاملة سيتران كما ترى زايدة سيتران كما ترى زايدة كما ترى زايدة هيا كما ترى زايدة وأجذة زايدة سيتران كما ترى زايدة ثلاثة مغارف كبار اضيف حتيت السوائل بعد الحليب استعملت كاس كيف زادت كاس زادت نباتي كما ترى زايدة اضيف حتيت نباتي اضيف نلواجف بالنسبة للنواشف استعمل ثلاثة كسين فارينة و ديما نقول انتوما والفارينة اللي عندكم فما فارينة تشب برشة سوائل نجمو تستعملوا مثلا زوز كسين وتكون سافا فما فارينة متشبش برشة سوائل تنجمو ثلاثة و الا ثلاثة و نص وتجيكم باهية بالنسبة لي الكايكة هذي بالضبط استحقت لي ثلاثة كسين غرباء حسيلوا الكاس الثالث جزت خليط فيه ارباع ما استعملتش فيه الفارينة و بالنسبة للخميرة انا استعملت خميرة الوزن تحت 15 جرام كما تشوفوا في المرحلة هذي راني جزت زوز كسين باش نخلط بالبيع و باش نشوف القويم منتع الكايكة اللي باش نتحصل عليها و بالنسبة للمكانات متع الكايكة انا كتبها من الكاملة في صندوق الوصف باش كتحبوا تجاربوها بقطرة يتجيكم كيف ما جاتني بذبط جزت انتو مراكزوا في التكستير اللي باش نتحصل عليها توا و كما تشوفوا هذي الكاس الثالث حصيرو زد ملو الاشتر و بعد باش نزيد شوية اخرى بالنسبة للتكستير متع الكايكة اللي نتحصل عليها في الاخر تكون معناه كلي عقدة شوية معناه ميلة للعقدة اكثر منها للسائلة و كما تشوفوا هذي القويم متع الخليط بعد ما خلط بالباية كالفارينة في وسط الميلانج متعنا نجمو المرحلة هذي تستغنو عليها تعملوها كايكة بسيترون اكاهاو نجمو تعملوها ازادة بالليبي بيت دو شوكولات تعملو انتو موحاس بالرغبة هذه كما تشوفوا الكايكة متع حاضرة قليكة مش نحطها في المول بالنسبة للمولة ذاكة القدرة 222 سانتي و باش ندخلها على فور مساخن من قبل على 180 درجة الفقانية واللوتانية قعدتلي بالذبط 50 دقيقة و كانت حاضرة و كما تشوفوا بعد ما بردت تماما نحيطها من المول رشيت لها كشوية سكر محور تحبون انتو تعملوها سوس متع سيترون عملتها معاكم مقبل حصيروا تاخدوا كمية متع عصير قارس كما نقولوا احنا مغرفتين كبار عصير ليمون تحطوا عليهم كمية متع سكر محور وتتحصلوا عليك السوس هذه كالبيضة اخليكم الرابط في صندوق الوظف بالنسبة للكايكة التي عملتها متع سيترون شاريتها معاكم مقبل في القناة بالزبدال المرة هذي حبيت نعملها بمكونات بسيتة موجودة في كل دار وهذه هي النتيجة حسيروا كما تشوفوا الكايكة بعد مقاسيتها ماشاء الله جيت خفيفة هشوشة بالحق الظوب في الفم نساحكم كم بشتجربوها بشقولولي على رأيكم في التعليقات تم قريب شقول لكم باسلامة في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة